احمد يلا بقى يا ماروان ندخل نام بقى شوية بس صغيرين يا ماما يا ترى من اللي جاي دلوقتي اهو مفتح اهو مفتحنا يا ماما لا خليك انا اللي هفتح اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اتفضلي يا حمادي السلام عليكم احت الله وبركاته ازاك يا بنتي تعال تعال تفضلي وعليكم السلام احت الله وبركاته حبيبي انت لسه صاحي ده انا جاي مخصوص عشانك طب عن اذنك ثانية واحدة اجيلك اهو يا حمادي او مالو او مالو يا حبيبتي براحتك ايه شوفه وراك اعمل ايه انا جاي عشان اقعد مع ماروان طب عن اذنك عارف يا ماروان انا جبتلك ايه؟ عارفش انت كنت ترابت من البطاطس المحمرة الجاهزة انا جبتلك بطاطس محمرة بجد بجد ايه نصي فيها قوي يا تيتا اتفضل يا سيدي اقعد كلها بقى ومبسط ده حلوة قوم ارمشة بقيل فيه هنا يا حبيبي شوفت اللي انت ترابته منه جبته لك اهو او كبيرة او جبتلك اكبر حاجة عنده قلتل انا عايز اكبر علبة بطاطس عندك رح اداني دي فانا قلت بقى اروح للماروان حبيبي عشان انت وحشتني او ايه ده ايه اللي انت جايبه له ده بطاطس او زفتي ايه ايه القرف اللي انت جايبه له ده هات 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 الفيدك ده ومعات الشاكل منه حاجة تاني خالص ايه ده ليه يا بنتي ليه خدتها مني ده انا جاي مخصوص عشان ادهاله عشان كان وحشني اوه وكان طالبها مني فانا جبتها له هو قل ليه خدتها منه ايه القرف اللي انت جايبه ده وجايبه من اني محل ده هو انا عارفة اتقلت فاني الزيت انا مبكتش ابني حاجات مندي خالص بمعدته توجعه ده لسه طفل صغير ايه القرف ده انا بجيب له في البيت كل حاجة وعملها له بعين بعد اذنك يعني قبل ما تديره حاجة زي كده مفوط اسأليني انا هو يقدر ياكل حاجة زي دي دلوقتي ولا لأ ايه اتعشى ولا لأ يفرد الوقت هو كده انا كنت انا عشيته وانت اداتيله البتاع دي اللي انت جايبه ده البطاطس دي كان ايه الوضع دلوقتي ازا وانا الوقت اقام رجع ايه الدرجة يعني يا بنت هو ياكل برضه على قد نفسه هو كان نفسه فيها وقال لي عليه وانا جبتها له انت بتتكلمي كده ليه يعني وازاي يعني هو ايه اللي مش للدرجة ايه وانا هستنى لما ابني اجراله حاجة عشان اقول ده ينفع ولا ما ينفعش انا اضرب ابني والمفوط حاجة زي كده تسأليني انا اول ينفع تتديله ولا لأ مش بمزاجك يعني تشتري اي حاجة كيها تداها لابني يا كلها انا بحبش الاكل بتاع الشارع ده اصلا انا عايز اكل منها يا ماما ده حلو قوي طب معلش يا بنت اتديله واحداتين حتى يكونوا ما يجبها له بخصوص سخنة يعني معلش انت لو سمحت انا اضرب ابني وعارفة ايه اللي يتعب ابني اقول لي ما يتعبوش هو لو كان حاجات مدي دلوقتي هتتعبوا جدا وهيبقى مهايبرة على الاخر ومش عارف ادخله ينام ده حاجة الحاجة التانية بطنه ممكن توجعه ده قتل الشارع يعني بيتقلب زيت مقلي فيه حاجة خمسطلاف مرة ازاي اكلها اصطفل حاجة ازاي كده لا طبعا ومالو يا بنتي انت اضرب ابنك برضو ببس انا برضو يعني ان انتو وكنت جاي عايزة فرحه وهو خلي اكل حاجة يعني هو نفسي فقى وطالبها مني فمعلش يعني المشكلة ما كنت تدره اتنين يعني حبيتين كده يا كلهم بدلا ما انت خدتهم منه كده وخلاص معلش انا ماشي يا ابني بس على انظام محبش ان اي حد يلقبطهولي واي حد عايز يجيب حاجة لابني يستأذرني اول اذا كان ينفع الدهالو ولا لا فبعد ازنا كان اروح ارميها واجه فمالو يا بنت ارميها ارميها لا ما انا فهمة يعني بمزاجها يعني كده يا جايبالي حاجات تتأكل ولا اي حاجة في اي حاجة مش شارع انا كان نمسي فيها يا تيتا معلش يا ابني بقى امامتك ماش موافقة هي قضرة بك يا حبيبي يلا يا مروان عشان تدخل تخسل وشك كده وتخسل اسنانك عشان تدخل تنام بس ساحبي عملك الاول الصندوطشات بتاعتك كلها الاول بعكا بروح اخسل وشك كده واخسل بقك ونظف اسنانك بالمعجون وادخل نام اعيزة اعود مع تيتا شوي هي وحشان واي عايزة اعود معاه ايتم معلش السيبه شوية ده انا جاي مخصوص عشان اعود معاه monoBII وحش 那ي قوي انا جاي عشان اعود معاه مخصوص والله معلش معلش يوم تاني بتعليله يوم تاني بس معلش دلوقتي عشان هو ليه معاد معين ينام فيه وهو عارف الكلام ده واعرف الروتين اللي احنا مشين عليه فما ينفعش يعني حالك تجي في اي وقت واطلخ بطيل روتين وطوله لا أستيبه شوية ما ينفعش طب ان شاء الله بس ايه خمس دقيق بس قاعد لعب معاه شوية خمس دقيق وخديه تخلي نام معلش حضرك ترى ما ناوية تيجى اصلا معلش كان وفوت التصل علي تقولي ان انت هتيجي اقولك ان كنت متاح بالنسبالي او مش متاح معلش تجال في وقت النوم بتاعبني وقاعد يقولي لان انا جاي عشان اعود معهم طب انتصل بي انا اقولك المعادل اللي نسبه واقولك تعليله في المعادل يعني يا بنت انت عايزان قبل ماجي بتبني اتصل واستأذن عشان تقولي لي ينفع اجي او ما ينفعش ياجي وتحددلي الوقت كمان اللي لاجي فيه عشان اقعد مع حافيدي معلش محدش يزعر من الاصور كان مفروض قبل ما تيجي تتصل بي وانا حددلك از كان ينفع ولا لا اه جايس اكل ما امنش ليا مزاجي ان قابل حد ممكن وارد الواحي سعلي بقى مزاجه زي الزفت ومش ناقص يعني فبقاش عايز يقابل حد اتصل علي وليل انا هاجي النهاردة اقولك لي ينفع تيجي يا حماتي ولا لا جاي اتعودي محافيديك على عيني وعلى راس اقولك الوقت اللي بينام فيه عشان تيجي قابلي بساعة ولا حاجة تعودي معاه لكن تيجي كده ووقت ما حاضرتك تعوز ووقت ما يطلع في دماغ حاضرتك تجيلي تقومي جيالي كده ولأ سبيل لأ خليه يقعد معاي ده هو يوم ومش يوم كل الحاجات دي كلها عشان اقولك ان انا جاي يقعد مع حافيدي لا بصراحة انت مزودها قوي يعني ما شفتش بصراحة حد زي كده والله كل بيت بقى وللسستم اللي ماشي عليه وانا ممشي يولادي على كده يلا يا مروان على قدة النوم بس انا يا ماما عايز اعود مع تيتا يا ماما مروان يلا على السرير يا مروان حاضر يا ماما تصبح على خير يا تيتا وانت من اهل الخير يا ابني والله انا كنت جاي عشان نفس اعود معاه واعود لعب كده معاه ويقعد يتنطط حوالي معلش بقى زي ما قلت حديك قبل كده حاضرك عايز اتيجي لازم تديني يتريفون بس قبله وانا حددك المعاد تعود فيه مع حافيديك عشان وقت ما جيه معاد النوم هدخله ينام يعني انت عايز اتفاهميني ان لو مامتك واخوتك موجودين بتدخليه برضو ينام في النفس المعاد اه طبعا وهو عارف الكلام ده بعد اذنك اه دخله جوه وماله يا بنت اتفضل حلو قوي دي على اه عشان اجيلها لازم اتصل بيها وحدد معاد عشان سيادتها تحددلي اذا كان ينفع اجيه ولا ما ينفعش لأ كمان عايزان اقول لها انا جاية تقول لي لا ما تجيش عشنا وشوفنا بتتحكم فينا كل ده عشان ابني مسافر ومهوش موجود هنا هشتك المين اشييله الهم وقول له مراتك عايزة تطردني من البيت مراتك بتحددلي اروح لها امتى ومجيش امتى يلا قالوا انا اللي كنت جاية بقى وقلت بس ده تمسك فيا وبات معاهم يومين ثلاثة واخد الولا كده بحضني واشبع منه ويعوضني يعوضني عن ابني اللي سايبني ومتغرب بره اتاريها بتطردني بالحداء راحت فينا مصوبة كده وسبتني قاعدة الواحدة كده في البيت يا هيام هيام هي يا بنت انا قاعدة بلج ربع الساعة انت قلتلي دخل جوه ومعطيش خربتي رحت فان يعني هروح فان يعني يا حماك ما انا قلتليك ابني دخلي نام وده معاد نومي الصراحة فدخلت قفل الظهر انا كمان عصيره عشان اغمض يعني وانام انت يا بنت مش عندك ضيوف قاعدين معاك برا وانت قلتلي دخل جوه وجايلك اهو تدخلي ومعطيش تخرجي تاني ازاي يعني وانا اعود مع مين اعود مع نفسي اما انت صاحبة بيت برده ويعني يا حماك عايزة بقى تتفضلت يمشي يعني براحتك هقولك ايه يعني هقولك ام يمشي يعني روحي من بيت ابنك بس ده معاد نومي وبصراحة يعني وقت ما بيجي معاد نومي لازم ما ادخل انام لا يعني انت تسيبيني قاعدة برا وتدخل انت تنامي عاصل ان تصحي بقى تاني يوم الصبح وانا افضل قاعدة كده زي الاردة الوحدة منغير حتى ما تقول ان انت دخلت نامي ولا دخلت تعميلي ايه ولا اي حاجة ايه يا بنت فئة ايه ايه قلت الزوء انت بتقابليني بها ديه وانا جاي اشحت منك بصراحة انا ممشي البيت هنا على نظام معين كل حاجة لها معاد الاكل ليه معاد الصحران ليه معاد ووقتي ما جيه معاد نومي غصبا عني اعناية بتأفت وجيه معاد نومي وبصراحة تحركت اقولك يعني انا دخل انام فستك بقى براحتك يا حديدك شوف بقى انت عايز تعملي ايه اعمليه لو كنت نوية تنامي عرفين عشان افرشلك اي حاجة على الارض عشان تنام لان ابني نايم في السرير بتاعه في القضة الاطفال وانا نايمة في السرير وبحبش حد ينام جانبي بصراحة فشوف يالا حديدك عايزة نايمة مفرش لك حاجة تنام عليه لا وعلي ايه يا اختي الحمد لله انا لي يا بيت ومش محتاجة اي حاجة من حد الحمد لله ربنا ساترني ولي يا بيت ولي سرير انام عليه انام على الارض عشان انشاء الله لا يا اختي خليلك السرير والارض بنام عليهم وخدهم كلهم اشباعي بيهم انا كنت جايه بص على حافيدي مش اكتر ده ايه قلة الزق دي لا 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 ده اناكلم ابني وانا اقوله مش هقول ابني في الغربة عشان ما يدايش لا يداي يداي ويجي شوف صرفة معاك وفي قلة الزق دي لا ايه داخل التنام وستبتني عادة زي القردة الواحد برا عايزة تنام تنامي لتعاف رشلك حاجة عايزة تمشي قم يمشي اه ده لا الحمد لله الحمد لله لان ربنا ساترني يخطو عندي حت نام فيها مسيرك يا مرات الابن تبقي حامة ويتنسي الجملة دية عشان شوف اللي انت بتعمليه هيتعمل فيك لما تجبرك وهتبقي حامة واللي انت عملته هيتردلك بالضبط زي ما عملته بس خليكي بس فاكره عشان يوم ما يتعامل فيك تقولي اه ده ده اللي انا عملته في حماتي ويريدت كون رسالة وسط لكل مرات ابن تشدحلها او على حماتها الدنيا دوارة والنفس اللي انت هتعمليه النهاردة هيتعمل فيك وهيتردلك بكرة فافتكريه عشان يوم ما يتعمل فيك تفتكري اللي انت عملته في حماتك وما تنسوش اتصلوا عنها في كومنت وتقولوا ايه رأيكم في مرات الابن اللي عاملة زي دي